موسيقى من العاصمة الامريكية واشنطن احييكم وهذه نشرة الاخبار من قناة التغيير تمثل زيارة الاولى للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الى الولايات المتحدة دفعة جديدة للتعاون السعودي الامريكي حيث ان الزعيمين سيناقشان الاوضاع في الشرق الاوسط ومكافحة الارهاب وستتركز المحادثات على الازمة السورية والوضع في اليمن وعلى الملف الايراني وانشطة ايران في انطقة الشرق الاوسط التفاصيل نتابعها مع الزميلة مياد صبري في سياق هذا التقرير قمة تاريخية تجمع الرئيس الامريكي باراك اوباما والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في واشنطن وهو ثاني لقاء يجمع الزعيمين بعد تولي الملك سلمان الحق وتأتي هذه الزيارة في ظل توترات تشهدها المنطقة ومحاولات روسية لاستقطاب دول الخليج بعد ان بدأت الفجوة التسع بينهم وبين الولايات المتحدة خاصة في ظل استراتيجية امريكية تهدف الى الابتعاد عن مشاكل الشرق الاوسط والتوجه نحو دول شرق اسيا من جهته اكد المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارناست ان مناقشات الزعيمين ستركز على الاوضاع في سوريا واليمن بالاضافة الى انشطة ايران في منطقة الشرق الاوسط محللون في واشنطن ذكروا بان الاتفاق النووي بين الغرب وايران سيتصدر المحادثات بين الملك سلمان واباما وتوقعوا ان تتطرق المشاورات السعودية الامريكية الى الحرب التي يشنها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي يحتل اراضي في سوريا والعراق ويهدد عددا من دول المنطقة ان المباحثات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مهمة جدا والتي تتعلق بشؤون الشرق الاوسط والمتمثل بالحرب في اليمن والقتال ضد تنظيم الدولة اضافة الى تدخل ايران في المنطقة وانا اعتقد بان الملف النووي سيكون احد اهم محاور هذا اللقاء لانه يشكل تهديدا للسعودية بشكل او باخر حيث ان سعودية ترفض تماما حيازة ايران للسلاح النووي واخيرا فان الاوسط السياسية تترقب عن كثب تفاصيل ونتائج المحادثات التي يعقدها الزعيمين حول القضايا الملحة في منطقة الشرق الاوسط والتعاون الامني والاستخبارتي والعسكري والاقتصادي زيارة الملك سلمان الى البيت الابيض لم تأتي اهميتها لكونها الاولى فحسب ولكنها قد تغير ملفات كثيرة منها النووي الايراني والحرب في اليمن وكذلك القتال ضد داعش من امام البيت الابيض ميدا صبري قناة التغيير الفضائية وصف نائب مسجرة الامن القومي الامريكي بن روتس زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الامريكية ولقاءه بالرئيس الامريكي بارك اوباما في البيت الابيض وذلك في اول زيارة له منذ توليه العرش وصفها بانها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العديدة من التطورات واضف في سياق تصريحات صحفية ان مباحثات الرئيس اوباما مع العاهل السعودي تعد فرصة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات قمة الرئيس الامريكي مع قادة دول الخليج في كامب ديفيد في شهر ايار مايو الماضي ومراجعة التقدم الذي احازت اجتماعات مجموعة العمل بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على مدى الاشهر الاخيرة واضح المسؤول الامريكي ان المباحثات السعودية الامريكية تشمل العديد من القضايا الاقليمية ومن بينها اليمن وسوريا بالاضافة الى ابرام الاتفاق النووي الايراني والانشطة الايرانية في المنطقة ومناقشة سبل دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة في مجالات مكافحة الارهاب وامن الحدود والجهود السياسية لتسوية العديد من الصراعات التي تشهدها المنطقة وتتزمن زيارة العاهل السعودي الى واشنطن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار السعودي الامريكي والذي من المتوقع يحضره العديد من كبار الشخصيات المالية والاقتصادية السعودية لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين قال مسؤولون بالبيت الابيضين الرئيس الامريكي باراك اوباما اكد للعاهل السعودي الملك سلمان التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في التصدي لأي تهديد امري ايراني على الرغم من قلق بين حلفاء واشنطن الخليجيين من ان اتفاقا نووي جديدا قد يعزز فوذ طهران في المنطقة وسيسعى اوباما الى تهديئة المخاوف لدى اهم شريك عربي من ان رفع العقوبات عن ايران سيسمح لها بالتحرك بطرق مزعزعة للاستقرار وتأتي محادثاتهما في البيت الابيض قبل اقل من اسبوعين من تصويت محتمل في الكونجرس الامريكي على الاتفاق النووي الذي توصلت اليه ست قوى عالمية وايران التي تنافس الرياض على النفوذ في المنطقة وتريد ادارة اوباما استخدام الزيارة لتعزيز العلاقات مع السعودية بعد فترة من التوترات وقال بيروتس مستشار اوباما للامن القومي اننا نتفهم ان لدى السعودية مخاوفة بشأن ما قد تفعله ايران مع استفادة اقتصادها من رفع العقوبات ويتهم زعماء دول الخليج العربي ايران باذكاء العنف الطائفي في دول مثل اليمن وسوريا والعراق قالت مصادر مطلعة ان السعودية في مرحلة متقدمة من مباحثات مع الحكومة الامريكية لشراء فرقاطتين وانه قد يتم التوصل لاتفاق بنهاية هذا العام وبيع الفرقاطتين وقيمتهما اكثر من مليار دولار يمثل حجر الزاوية لبرنامج تحديث بمليارات الدولارات تأخر طويلا لسفن امريكية متقادمة في اسطول البحرية الملكية السعودية في الخليج سيشمل زوارق حربية اصغر حجما كما يبرز ويبرز روابط الاعمال والعلاقات العسكرية القوية بين البلدين رغم التوترات بشأن الاتفاق النووي الذي قالته واشنطن مع ايران وقالت مصادر مطلعة على المحادثات ان اللمسات الاخيرة على الصفقة السعودية قد يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام وقالت المصادر ان برنامج التحديث الاكبر سيشمل التدريب والبنية الاساس ومعدات حربية مضادة للغواصات وقد يشمل طلبية من بلدان اخرى وتجرى المناقشات حول برنامج التوسع البحري السعودي الثاني منذ سنوات غير ان مصادر امريكية قالت ان مخاوف السعودية بشأن ايران عجلت به من جانبه قال وزير الخليجية الامريكي جون كاري في معرض خطاب القاه امام الجاليات اليهودية الامريكية ان الولايات المتحدة ستقدم لمنطقة الخليج مظلة دفاعية متكاملة بما فيها نظام صاروخي يغطي الاحتياجات الدفاعية كافة قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الداعش تقدموا على حساب القوات العراقية واستعادوا السيطرة على جزء من مدينة بيجي في محافرة صلاح الدين والتي تبعد مسافة مائتين وعشرة كيلومترات عن بغداد وتحتوي على اكبر مصفات نفطية في العراق واعربت وزارة الدفاع الامريكية عن قلقها وانشغالها بالاوضاع في مدينة بيجي حيث صرح المتحدث الرسمي باسم البنتاجون بان الامور انقلبت الى الضد في الايام القليلة بعد ان تمكن مسلح تنظيم الدولة الاسلامية داعش من السيطرة على جزء من مدينة بيجي التي كانت تسيطر عليها القوات العراقية وذكر المتحدث باسم البنتاجون ان الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة القوات العراقية لاسترجاع المدينة والمصفاء مؤكدا ان واشنطن تعد ان المدينة ومصفاتها الاكبر في العراق رهانا اساسا وتواجه القوات العراقية المسنودة بقوات الحجد الشعبي منذ قرابة العام عناصر داعش الذين يحاولون السيطرة على بيجي علما بان مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية نفذت غارات كثيرة في تلك المنطقة يذكر ان الناتق الرسمي باسم التحالف الدولي ويني ماروتو قد قال ان القصف الذي نفذته المقاتلات في اليومين الاخيرين قتل العديد من عناصر داعش مؤكدا ان التحالف سيواصل غاراته المكثفة لتصفية العناصر المسلحة افاد مسؤولون عراقي الخميس بان التحالف الدولي قام بتسليح نحو خمسمائة مقاتل من ابناء العشائر في قاعدة الحبانية لمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية داعش شرقي الرمادي في محافظة الانبار وقال جاسم العسل عضو مجلس محافظة الانبار ان المستشارين الامريكيين الممثلين عن التحالف او الممثلين عن التحالف الدولي في الانبار قاموا صباح الخميس بتسليح نحو 500 عنصر عشائري من الذين تلقوا التدريبات على أيدي المستشارين الأمريكيين على هامش احتفالية أجريت في قاعدة الحبانية شرقيا الرمادي وأضاف أن تسليح المقاتلين تم بحضور حكومة الأنبار المحلية ووفد من الحكومة العراقية وأن تسليح المقاتلين تضمن أسلحة متوسطة وخفيفة أمريكية موازية لما يمتلكها عناصر داعش وأضح العسل أن المقاتلين سيتم الاعتماد عليهم من خلال زجهم في المعارك التي تخوضها القوات الأمنية العراقية خاصة في مدينتي الرمادي والفلوجة بغية تحريرهما وإعادتهما إلى أحضان الدولة العراقية وأن المقاتلين تلقوا التدريبات على مدار سنة كاملة في قاعدة الحبانية العسكرية أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بداية عام 2003 كانت متعمدة ولم تكن خطأا وقال لافروف عندما كان يتحدث أمام طلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية قال إن ذلك لم يكن خطأا وإن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولينب طاول قد تم خداعه عندما قدمت له قارورة تحتوي على مسحوق أبيض وقالوا له إنها الجمرة الخبيثة وقد قام بإظهارها أمام العالم كله ولكن أولئك الذين قاموا بإعطائه القارورة كانوا يعرفون جيدا أن ذلك لم يكن خطأا بل كان عملا متعمدا وأشار الوزير الروسي إلى أن المقابلة التي أجريت أخيرا مع السفير الأمريكي لدى روسيا جون تيفت وشهدت تصريحات له شاء فيه أن التصرف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق كان خطأا وتم الاعتراف به فاصل قصير نتابع بعده هذه الجولة الإخبارية ابقوا معنا دعوتي إلى الإدارة الأمريكية أن تستجيب من مطال العراقية بدعمها أسكريا أن السنة هم حلفاء للحكومة المركزية وللأمريكان في حرب الداعش هذا اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي طبعا طلبنا من وزارة الدفاع الأمريكية المساهمة في تسريع هذه الدخائر والأسدح والمعدات كون للكونغرس أيضا رأي في هذا الموضوع في ظل ما يجري حاليا في العراق والمنطقات نحن أولا نحن مجددا أن نكون مجددا أن نكون مجددا في العراق الأمريكي في واشنطن الولايات المتحدة بكل تأكيد لا تريد دور أكبر من الإيران بإتخاذ إجراءات عسكرية ضد نظام الأسد لمنعه من استخدام هذا السلاح الكيماوي أولان بريسين أوباما كما يتحدث مع الأمريكي الأبادي قعدون أيضا بأن يكون لديهم برنامج لدعم النازحين من خلال السفارة العمريكية الموجودة في بغداد ليس هناك رسالة واضحة ليس لشعب العرقي ولاس لتحدث دولي حتى الآن من داخل البيت الأبيض ميادة صبري قناة التغيير الفضائية أهلا بكم من جديد قالت مصادر دبلوماسية أوروبية رافعة المستوى إن الولايات المتحدة عطلت قامة تركيا لمنطقة آملة شمال سوريا واشترطت لدعمها إزاحة هذه المنطقة نحو الغرب بعيدا عن مناطق أن يسيطر عليها أكرادون في شمال سوريا بحسب وكلة آكل إيطالية للأنباء وقالت المصادر إن أنقرة وواشنطن اتفقتا من حيث المبدأ على دعم منطقة آمنة شمال سوريا خالية من تنظيم الدولة الإسلامية مع توفير غطاء جوي لحماية قوات المعارضة السورية التي يوافق عليها الجانبان لكن تنفيذ هذه المنطقة اصطدم برغبة أمريكية بتغيير إحداثياتها وسحبها نحو الغرب بعيدا عن مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدة حماية الشعب التابعة لهذا الحزب الذي يعد امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي المحضور ووضحت المصادر أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها للفكرة إن لم تغير تركيا إحداثيات المنطقة الآمنة وتدفعها نحو الغرب بعيدا عن مدن وبلدات يحاول الأكراد السيطرة عليها ما يحيب وجود تنسيق أمريكي مع أكراد شمال سوريا وشددت على أن المنطقة الآمنة ما زالت فكرة على ورق من المبكر الحديث عن احتمال إقامتها طالما أن حدودها لا تزال مثار خلاف بين إدارة واشنطن وأنقرة قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن روسيا تؤخر بدء تحقيقي يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا رغم أن مبعوث موسكو لدى المنظمة الدولية قال إن التأخير يرجع إلى أسباب فنية وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوا لخاص الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون خططه لإجراء تحقيق في هجمات بالغاز السام في سوريا تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية وقال عدد من الدبلوماسيين بالمجلس إن روسيا التي تتولى رئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر مترددة وعندما سئل بشأن ذلك في مؤتمد صحفي هون السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين من المخاوف بشأن التأخير وقال إنه سعى إلى إضاحات مكتوبة من الأمم المتحدة بشأن كيفية إجراء التحقيق على وجه التحديد ووصف ثلاثة مجالات محل قلق تحتاج إلى إضاحات مكتوبة لكنه ذكر واحدا فقط يتصل بالمساهمات الطوعية لتمويل التحقيق وقال إن لديه مخاوف من أن تستخدم هذه المساهمات الطوعية في التأثير على التحقيق ليحيد عن الموضوعية التي نأمل أن نراها خلال إجرائه وقال دبلوماسيون غربيون إن الروس أثاروا أيضا قضية العراق وإمكانية توسعة نطاق التحقيق الذي تجريه منظمة حضر الأسلحة الكيميائية ليشمل الأراضي العراقية حيث ظهرت مزاعم بأن تنظيم دولة الإسلامية داعش يستخدم الغاز السام أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في تالي تشوركين أن موسكو لن تلتحق بالتحالف الدولي ضد داعش بقيادة واشنطن منوها بأن التحالف يقصف أراضي سورية دون موافقة مجلس الأمن الدولي ونقلت وسائل إعلام روسية قوله إنه يعتقد أن المشكلة في أن روسيا لن تنضم إلى التحالف الذي لا يأخذ في عين الاعتبار قرارات مجلس الأمن الدولي رغم علمنا بترحيب التحالف فيما لو قررت موسكو لنضمام وعرض فأن دول التحالف تقصف الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية ومجلس الأمن الدولي على ذلك وقال تشوركين إن التحالف تلقى موافقة الحكومة العراقية لكنه لم يحصل على موافقة الحكومة السورية وعدت دبلوماسي روسيا دول التحالف لا تفهم حتى الآن ما هي الأهداف التي تسعى لإنجازها هل هي مواجهة تنظيم داعش أو الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس إمكانية مساعدة الاتحاد الأوروبي في سعيه لحل أزمة الهجرة الحالية التي تجداح بلدانه وقال كيري في مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN الأمريكية تعليقا على أضاع اللاجئين في دول قارة أوروبا قال إن هذه المشكلة رهيبة وخطيرة للغاية بالنسبة للجميع وأضاف كيري أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس الإمكانيات المختلفة لتدعم حل هذه المشكلة إحدى النقاط الرئيسة هو حل المشكلة السورية وحلها يتطلب مشاركة روسية والمملكة العربية السعودية في إشارة منه إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقيد بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومن الجدير بالذكر أن وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود الخارجية فرونتيكس أعلنت أن عدد المهاجرين الوافدين إلى داخل أراضي الاتحاد الأوروبي قد وصل إلى 340 ألف مهاجر منذ بداية عام 2015 يشار إلى أن المفاوضية الأوروبية قد اقترحت مطلع شاهي أيار مايو نظام توزيع ملزم للمهاجرين بين 23 دولة من الدول العضاة في الاتحاد الأوروبي بعد وصول 40 ألف لاجئ من سوريا وأريتيريا إلى كل من إيطاليا واليونان علما أن المفاوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه مستقبلاً احتواء 20 ألف مهاجر قانوني في غضون العامين القادمين قالت لجنة من المحاققين الحقوقيين بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي يقع على عاتقه واجب محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا حيث يتصاعد العنف بشكل أكبر في الشهر الأخيرة قالت لجنة التقصي بشأن سوريا في أحداث تقرير لها إن المدنيين يعانون بشكل لا يمكنه تخيله على مرمى ومسمع من العالم وضفت أنها مسؤولية اللجنة الأطراف المتحاربة والدول ذات النفوذ السعي للتوصل للسلام والإلزام الواقع على مجلس الأمن فيما يتعلق بالحرب في الجمهورية العربية السورية لفتح مسار للعدالة جدير بالذكر أن مجلس الأمن هو الكيان الوحيد الذي يمكنه إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ولكن الدول الغربية وروسيا وهي الحليف السوري مختلفان بشأن كيفية التعامل مع الحرب الأهلية أوردت وسائل إعلام بلغارية نقلا عن مسؤولين في الوكالة الأوروبية المكلفة مراقبة الحدود الخارجية لقضاء شينغن أن عددا ممن ليسوا بسوريين يتمكنون من الحصول في تركيا على جوازات سفر سورية مزورة ويدخلون بها إلى دول أوروبية مجاورة لزيادة فرصة منحهم اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومن بين هؤلاء عناصر من تنظيمات متطرفة في إشارة إلى تنظيم داعش بشكل خاص كانت أجهزة الأمن التركية أبلغت نظيراتها الأوروبية في فبراير الماضي بأن أكثر من ثلاثة آلاف عنصر مدرب في تنظيمات جهادية حاولوا على مراحل دخول تركيا من سوريا والعراق ومنها يمكن للواحد منهم المغادرة إلى بلغاريا والمجر في أوروبا الشرقية ومثلها من المعلومات أوردتها السلطات الليبية في تحذير نامني بأيار مايو الماضي من أن عناصر داعشية الطراز تحاول التسلل إلى أوروبا منتحلين صفة مهاجرين تقلهم المراكب في المتوسط قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الهجمات التي تتعرض لها مصر لا يمكن نسبتها إلى جماعة مسلحة واحدة وإنما هي من فعل خلايا مسلحة وجماعات أخرى ليست بالضرورة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش وإشارت الصحيفة إلى أن سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع مهمة واختلفت أساليب تنفيذها ما بين سيارات مفخخة وهجمات انتحارية أو اغتيال سياسي وإيضا عملية قطع رؤوس التي نفذت أخيرا بحق أحد العمال الأجانب بهدف الترويع مبينة أن الفترة الماضية شهدت نشاطا مكثفا للعملية المسلحة في مصر ونقلت الصحيفة عن خبراء أمنيين قولهم إن الخلايا المسلحة في مصر هي جماعة وليست جماعة واحدة ولكن أخطرها تلك التي لها صلة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية داعش وسط توقعات بأن تحفز مثل هذه الأعمال على نشوء جماعة مسلحة أخرى متنافسة فيما بينها بالإضافة إلى ذلك تقول الصحيفة إن سيناء التي باتت تمثل رأس الهرم في العمليات المسلحة متمثلة بتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية داعش حيث تشير إلى أن سيناء لها ثقافة متميزة عن مصر فأغلب سكانها من البدو ويعانون من التهميش نشرتنا مستمرة نتابعها بعد الفاصل أهلا بكم مرة أخرى منحت السيناتورة الديمقراطية باربارا ميكوليسكي الرئيس الأمريكي باراك أوباما أربعة وثلاثين صوتا بإعلانها تأييد الاتفاق النووي الإيراني وتمكن هذه الخطوة باراك أوباما من استخدام حق النقض على أي قرار يتخذه الكونغرس بمعارضة الاتفاق كما يؤيد الاتفاق في مجلس الشيوخ الأمريكي حتى الآن 32 عضوا ديمقراطيا وعضوان مستقلان ذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن إدارة أوباما تركز على حشد الدعم الكافي لاتفاق إيران النووي لمنع الكونغرس من إفساد الاتفاق من جهته قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين يوجد العديد من المؤشرات على أننا ننجح في جهودنا لحشد الدعم في الكونغرس من جانبه قال السيناتور الديمقراطي روبرت كيسي في مقابلة تلفزيونية أن ما يهم في الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة خمسة زائد واحد والتحقق من تنفيذ بنود الاتفاق على المدى البعيد من قبل الجانب الإيراني وليس مجرد الوعود لأنه لا يمكن الوثوق بإيران بمجرد الادعاء دون مراقبتها عمل الوقت هو الذي سيحدد التزام إيران ببنود الاتفاق حيث سيخضع برنامجها للمراقبة على مدى السنوات المقبلة لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي ولكن الشيء المهم هو أننا لا نستطيع الوثوق بإيران بمجرد وعودها دون التحقق والمراقبة وإذا ما حدث أي شيء بخلاف الاتفاق فستكون لدينا خيارات عديدة لإيقاف برنامج إيران النووي ولكنني على ثقة بأن أمن الولايات المتحدة والمنطقة سيكون آمنا أكثر مع هذه الاتفاقية بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن إيران بنظر إسرائيل هي التهديد الأول وليس داعش وضف أن إسرائيل تعرض الاتفاق الغربي مع طهران لأنه يمنحها على المدى القصير والمتوسط أموال طائلة تمكنها من تمويل الإرهاب على حد قوله وهي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل والتوازن كما ترى بعض القوى وهي تعد أو تعد الولايات المتحدة شيطان الأكبر ولن تسمح بدخول الفكر الغربي إليها ولا يمكن التعويل على أن يحدث الاتفاق أو يحدث تغييرا داخليا فيها وتابع يعلون أن إيران التسعى إلى تسخين جبهتي الجولان ولبنان مرة من خلال جهاد مغنية ومرة من خلال سمير القنطار لكننا استهدفنا التوجهين ونرسم الخطوط الحمر بشكل جلي ولا نسمح بتفعيل جبهة الجولان ولا بتهريب أسلحة استراتيجية أو كيميائية لحزب الله في السياق ذاته قال وزير الخارجية الأمريكي جون كاري في كلمة نلقاها في مركز الدستور الوطني في فلاديلثيا قال إن التفاق النووي هو أفضل وسيلة لمنع إيران من الحصول على سلاح النووي وذكر أن العقوبات وحدها لم تثمر عن إيقاف تطوير البرنامج النووي لإيران غير أن هذا الاتفاق سيحقق ذلك لافتن إلى أنه يتفهم قلق رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو حول الاتفاق لكن كاري طمأن الجانب الإسرائيلي بأن شعب إسرائيل سيكون أكثر أمنا مع هذه الصفقة حسب تعبيرها أنا والرئيس أوباما مقتنعان تماما وبما لا يدع مجالا للشك أننا سننجز هذه المهمة بتحقيق هذه الاتفاقية إنني أتفهم القلق الذي ينتاب إسرائيل بخصوص هذا الاتفاق أكثر من أي بلد آخر ولكنني أود طمأنتهم بأن شعب إسرائيل سيكون أكثر أمنا مع هذه الاتفاقية من جانبه قال المرشد للأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي إن على مسؤولي بلاده الرد رسميا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين السيئة خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران ونقلت وكلة أنباء فارس الإيرانية عن خامنئي قوله إذا كان من المقرر الإبقاء على إطار الحضر فلماذا خاضت إيران المفاوضات النووية ودعا خامنئي إلى البت في هذا الأمر من قبل المسؤولين الإيرانيين لم يحن إلى أنه كان بإمكان بلاده الاستمرار في رفع أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم وشدد خامنئي على أن المطلوب هو رفع الحضر والعقوبات عن إيران فورا وليس تعليقها أفردت الصحف الأمريكية حيزا هاما بصفحاتها الأولى للتعليق على المواجهات بين الجمهوريين والبيت الأبيض حول الاتفاق النووي مع إيران وفي هذا صدد كتبت صحيفة نيويورك تايمز إنه في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس باراك أوباما إلى تأمين دعم أعضاء مجلس الشيوخ الضروري لتمريل الاتفاق النووي مع إيران يخطط الجمهوريون حاليا لتبني خيارات تشريعية لمواجهة الاتفاق بما في ذلك إعادة تطبيق العقوبات التي ينص الاتفاق على رفعها وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الجمهوريين يدرسون منذ عدة أشهر سلسلة من الخيارات لمواجهة الاتفاق لتجاوز فيتو الرئيس الأمريكي من جانبها عدت صحيفة Wall Street Journal أن معارضة الجمهوريين وبعض الديمقراطيين فضلا عن التطورات التي طرأت على ساحة الدولية خاصة في الشرق الأوسط قد تؤثر على تصويت الكونغرس المتوقع في غضون أسبوعين أما صحيفة Washington Times فتطرقت إلى خلاصات التقرير الذي أعده كبار ضباط الجيش السابقين ومحللين الاستخبارات الذي أكد أن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني يهدد مصالح الولايات المتحدة ويجعل الحرب مع إيران أكثر احتمالا وأضافت الصحيفة أن التقرير أوضحان الاتفاق سيسمح لنظام في طهران بالولوج إلى الموارد والتكنولوجيا وأسواق السلاح الدولية اللازمة لتعزيز القدرات العسكرية الهجومية بالمنطقة وكذا الحصول على الصواريخ الباليستية بعيدة المدى وتطوير أنظمة أسلحة أخرى ما يجعل شبح الحرب مع إيران أكثر احتمالا يبدو أن حالة إذمان السيلفي وصلت إلى الزعمة ففي حديقة فيوردات كيناي الوطنية في ألاسكا أمضى الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولة فريدة وسط الأنهار والجبال الجليدية حيث تجول مترجلا في جنوب شرق الولاية الأمريكية وعلق الرئيس الأمريكي مستخدما عصى سيلفي على المشاهد المبهرة خلال تجواله بالمنطقة حيث تحدث أوباما عن المخاطر المحدقة بمنطقة القطب الشمالي بسبب التغير المناخي أهلا بكم جميعا نحن في حديقة كيناي الوطنية الجليدية وخلفي واحد من الأنهار الجليدية الأكثر جذبا للزوار في الأسكا ختام هذه الجولة الإخبارية مشاهدين لكم من الجميع التحية وإلى اللقاء